السلام عليكم فيديو جديد معلومة جديدة وعلمة ينتفع به في الفيديو اللي فات اتكلمت عن الفرق ما بين التانية الملونة والنخالة البيضة وقلت لكم ازاي بتقدروا تعالجوهم في البيت بكل بساطة وبما اننا دخلين على الصيف نكمل بقى حتة الامراض الجلدية عشان نكون خلصنا السلسلة ديت وتعرفوا تعالهوها وانتم موجودين في البيت بما اننا دخلين على الصيف والعرق والحر من اشهر الامراض الجلدية اللي بتنتشر في الصيف هو حم والنيل او الحبوب الحمرة او النقط الحمرة اللي بتنتشر في الجسم كله ممكن عند الرقبة ممكن في الضهر ممكن في منطقة الصدر او البطن وعلى اليدين والرجلين والحالة البسيطة بتاعتها بتكون عبارة عن نقط حمرة كتيرة جدا منتشرة على الجسم ودي سببها بسبب العرق الكتير ان الغدد العرقية او السويت بلانس بتبدأ تتقفل وبتعمل النقط الحمرة او الالتهابات الخفيفة اللي احنا بنشوفها فالحل الطبي الاول هو ان احنا بندي حاجة ملطفة ومضادة للالتهابات زي الكالاميل لوشن زي الزينكو ديرم لوشن زي الهاي بنتين لوشن كل اللوشنات ديت فيها مادة اكسيد الزينك اللي بيعمل على تلطيف الجلد وبيهدي الجلد من الاحمرار ده تاني حاجة بنعمق ممكن ندي مرطب زي مثلا البنسينول كمان عشان نلطف الجلد تاني حاجة بنديها من وجهة نظري مهم جدا كيراتوليتك يعني حاجة مقشرة للجلد عشان نفتح بيها الغدد العرقية ونخلي المسام تتنفس وبالتالي حمو النيل او السبب الاصلي يروح في بعض الحالات اللي بيكون فيها يعني حمو النيل بيكون فيها هرش شديد وحكة في الحالة ديت بندي حاجة انتي هستامينك او مضادة للحساسية زي ادوية الحساسية بتاعة الجيل التالت اللي هي زي التيل فاست 180 او بندي حباية او الهستازين او الكلاريتين حباية كل ليلة لمدة عشر ايام مثلا ده لو كان حمو النيل بيصاحب ليه الحساسية او بيصاحب ليه يعني حكة وهرش في بعض انواع حمو النيل بتتطور انه بتكون حبوب صديدية فيها صديد وليها رؤوس في معنى كده انه في عدوى بكتيرية حصلت ان بكتيريا الانفكشن فبالتالي في الحالة ديت مفروض ان احنا ندي مضاد حيوي طبعا على حسب السن والوزن بنبدأ ندي المضاد الحيوي بعض الناس بيكون الهرش والحكة بيعمل لها قلم في الحالة ديت ممكن ندي حاجة انالجيسك او حاجة مضادة للالتهاب ومسكينة بزي السيتال زي الكاتافلاي زي البروفين ارس او شراب على حسب هو طفل او كبير بس اساس العلاج هو القلميل لوشن مع حاجة كيراتوليتك بيعني زي مقشرة للجلد عشان تفتح الغدد العرقية وبكده نكون قولنا حمو النيل ببساطة وازاي نعله في البيت موسيقى موسيقى